موسيقى موجز للأخبار إنما كنتم مرحبا بكم في المستهل انطلقت بعد ظهر الأحد بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية يشارك في المؤتمر الذي ينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرانة والتنمية ممثل أكثر من خمسة وثلاثين برلمانا من بينهم اثنان وعشرون رئيس برلمان وفي رسالة قرأها نيابة عنه رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي دعا الرئيس الجزائري لحجد المزيد من الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني لتمكنه من الصمود في مواجهة التصعيد السهيونية ومرافقته في مشروعه الوطني لتكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن غلق مراكز الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء البرلمان الهيئة ذاتها كشفت بلوغ نسبة المشاركة نحو 11.3% في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلية في استحقاق يأمل فيه التونسيون أن يشكل محطة فارقة في إنهاء المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد أصيب العديد من الفلسطينيين الأحد في سلسلة اعتداءات للمستوطنين وفد مركز وادي حلوة في القدس المحتلة في بيان له بأنه تم توثيق سلسلة من الاعتداءات للمستوطنين في أحياء وادي الربابة وبيت حانينة مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين إضافة إلى ذلك نظم المئات من المستوطنين مسيرة استفزازية في أحياء القدس وحط مواجهات عدة مركبات فلسطينية في سياق متصل أحرق مستوطنون مركبات فلسطينية في قرية جالود بنابلس كما هاجموا مركبات الفلسطينيين وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد للعاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة يقودها إلى المنطقة وبحسب جدول زيارة يكمن الهدف من الجولة في التشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من المحاور الدولية والإقليمية بما فيها الحرب في أوكرانيا الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية وتأتي زيارة بلينكن وسط تصعود الأحداث الدامية في القدس والظفة المحتلتين وذلك عقب ارتكاب قوة الاحتلال السهيوني مجزرة جينين والتي خلفت استشهاد عشرة شهداء خلال يومين اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة الوفد الإيطالي رفيع المستوى تأكيدا على جدية شركاء الشعب الليبي في دعم سلمية العملية السياسية ومنع عودة الحرب بين الليبيين من خلال مساندة مسار الانتخابات أدبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية ثمن الجهود الدبلوماسية التي تقودها روما داخل الاتحاد الأوروبي واتصالاتها المكثفة مع دول جوار ليبيا والأطراف الدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على الإجمع الدولي والإقليمي الهادف لاستقرار ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة ختم والموجز يمكنكم متابعة أخبار على مختلف من نصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة